بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في الحديث عن القيود التي ترد على تدول السهل تحدثنا في المحاضرة الماضية عن القيود النظامية والآن نتحدث عن القيود الاتفاقية والمقصود بالقيود الاتفاقية هي القيود التي لا يفرضها النظام وإنما يتم الاتفاق عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو في الجمعية العامة للمساهمين وترد هذه الشروط الاتفاقية المقيدة لحرية تداول الأسهم على صور مختلفة نذكر منها على سبيل المشال شرط الاسترداد لمصلحة المساهمين فمفاد هذا الشرط أنه يجب على المساهم الذي يريد بيع أسهمه إلى شخص أجنبي عن الشركة أن يختر الشركة أولا لكي يتسنى لكل من يرغب من المتاهمين شراء هذه الأسهم أولا فإذا لم يبدي أي من المساهمين رغبته خلال مدة معينة ومقابل سمن عادل لهذه الأسهم ويبدي رغبته في شراءها يجوز لهذا المساهم أن يبيع أسهمه لمن يريد الشرط الثاني من القيود الاتفاقية شرط الاسترداد لفائدة الشركة ومفاد هذا الشرط أن مجلس إدارة شركة المساهمة يستطيع أن يستبعد من نطاق الشركة كل من لا يرغب فيهم من من يريدون شراء تلك الأسهم فإذا كان هناك أشخاص سوف يدخلوا ويشتروا هذه الأسهم بشرط المضاربة أو بشرط بقصد المضاربة أو بقصد إفشال الشركة فيستطيع مجلس الإدارة أن يستبعد مثل هؤلاء الأشخاص ويسترد هو الأسهم التي يريد أصحابها بيعها لمصلحة الشركة وبهذا يحصل استرداد هذه الأسهم إما لفائدة الشركة عن طريق الاحتياط الأرباح الذي تحتجزه الشركة كل عام وإما لفائدة شخص آخر يحل محل المشتري في الشركة كذلك من أمثلة القيود الاتفاقية شرط موافقة مجلس الإدارة ومفاد هذا الشرط ضرورة حصول المساهم الذي يريد بيع حصته أو سهمه أو التنازل عنه لفائدة الغير الذي هو من جنسي لفائدة الغير إذا كان من جنسية أجنبية أو ينتمي إلى شركة منافسة أن يحصل مسبقا على موافقة من مجلس الإدارة ومن حق مجلس الإدارة أن يوافق أو يعترض لكن في حالة اعتراضه يجب عليه أن يقدم مشتري آخر بنفس الشروط وبنفس السعر الذي كان سوف يبيع به هذا المساهم أسهمه والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو مدى جواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها لها هذا السؤال مكون من شقين الشق الأول وهو مدى جواز شراء الشركة لأسهمها الشق الثاني مدى جواز ارتهانها الأصل أن شراء الشركة لأسهمها هو أمر محظور بنص المدى 105 من نظام الشركات التي تنص على أنه لا يجوز أن تشتري الشركة أسهمها وهذا ما أكد عليه المنظم السعودي في التعديل الجديد غير أن هذا الحظر لم يرد بصفة مطلقة وإنما قيدته عدة استثناءات تم ذكرها في المدى 105 من نظام الشركات وهذه الاستثناءات السلاسة هي كالتالي يجوز للشركات المساهمة أن تشتري أسهمها في الحالات التالية واحد إذا كان الهدف من الشراء استهلاك الأسهم وفقا للشروط المبينة في المدى 104 أي أن يكون الهدف من شراء السهم استهلاك هذا السهم ثانيا إذا كان القصد من الشراء تخفيض رأس المال ثلاثة إذا كانت الأسهم ضمن مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من أصول وما عليها من خصوم أما بالنسبة عن الشق الثاني من السؤال وهو جواز ارتهان الشركة لأسهمها فهنا يمكن القول أنه فيما عدا أسهم الضمان التي يقدمها عدو مجلس الإدارة إلى الشركة ضمانا لمسؤوليته لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها وهذا ما أكدته المدى 105 من نظام الشركات التجارية